الأمر دفع مجلس الإدارة لإصدار بيان عشان يوضح فيه كل الأمور اللي حصلت وياخد موقف تجاه ما حدث النادي الآلي أصدر بيان بالأمس قال النادي الآلي يحرص دائماً على إعلاء المصلحة العامة وهنا خلوني قاقف عندي إعلاء المصلحة العامة عشان للأسف لما بتزيط الزيطة الناس بتنسى الأهلي عمل إيه؟ الأهلي أول ما بدأت بطولة دورة الأولمبية واتحادوا الكرة طلب لعيبة الأهلي وطلب الشناوي من السن فوق الأولمبي النادي الأهلي ما تأخرش والنادي الأهلي وافق إنه يلعب مباريات مؤجلة أثناء الفترة الأولمبية إذ كاءً للمصلحة العامة الأهلي لعب ثلاث مباريات بدون خمس لعيبة أولمبيين الخمسة أو الستة منهم أربعة أساسيين لغاية وقتها الشناوي أحسن حارس في أفريقيا أكرم توفيق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وكان معهم بكهم ومعهم نصر ماهر في القوى الاحتياطية للفرعة فقط نقطتين مع نادي البنك الأهلي الصعد حديثاً للدوري لأنه قدموا المصلحة العامة ووافق إنه يلعب بدون ست لعيبة عنده ما حدش تذكرها للنادي الأهلي ما حدش في التحاد الكورة قال النادي الأهلي ضحى ما حدش قال إن أنا لما احتاجت أجيب لعب واحد من ليفربول زي محمد صلاح قال لك لا ده أنا معرفتش أجيب مصطفى محمد من جلاطة إسرائي التركي معرفتش وقال لك أصل الدورة الأولمبية برأ جندة الفيفا فمش من حقك الأهلي ما قالش كده ده الأهل الدلك الشناوي الحارس الأساسي أفضل حارس في الدورة الأولمبية وفي أفريقيا وما بخالش به تعزيزاً للمصلحة العامة اللي البن بيتكلم عنها اللي ما حدش عايز يذكرها للنادي الأهلي ولا يوقف عندها ولا حتى يقدرها يجي الاتحاد يتكلم بهذا الشكل وإنت شايف أننا وقت ما احتاجت أنا ما ممنش النادي ما بيمنش بيقدي دوره الوطني وبيخدم منتخبات بلده بس كمان لا تبخسوا الناس أشيائهم ما تهدرش حق النادي ويكون التعامل بهذا الشكل اللي حتشوفه تفاصيله وكواليسه فقال النادي الأهلي وهو يحرص دائماً على إعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنزومة الرياضية لا سيامة تحاد الكرة ولجانه بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات وأنا قلت لكم بسبب الأخطاء التحكمية الفجة اللي حتشوفوه فعلاً أخطاء فجة والمتكررة للأسف وآخرها ما جرى في مباراة الأهل وطلاع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية أولاً التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لعب الأهل وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين أياً كانت هوية بطل الدوري هذا الموسم مش موضوعنا فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي بص الإنجاز وكأس مصر في الموسم الماضي ودوري أبطال أفريقيا موسم 19-20 والميدالة البرونزية في كأس العالم للأندية 19-20 والسوبر الأفريقي 19-20 ودوري أبطال أفريقيا بنعيدها تاني بيرجع يكرر إنجازه للموسم التاني 20-20 وكأس العالم للأندية اتأهل لها لكأس العالم للأندية في اليابان اللي حتكون في بداية ديسمبر إن شاء الله ثانيا بيول مجلس إدارة الأهلي في بيانه لم نجد تفسيرا لتكرار الأخطاء التحكمية في مباريات الأهلي على وجه التحديد التي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الدوري وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة عن سر غياب العدالة وهنوقف مع بعض النهاردة ليه سر غياب العدالة وكل واحد بعض متسانه وبيقول بيان مجلس الإدارة سالسا قمنا بمخطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنفسة هقول لك انت خدتي ايه وانا خدتي بما يرضي الله وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الأفريقية لم نتوقف عند هذه الأخطاء وآثرنا التحمل فوق الطاقة وحرصا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشت التفكير لعبينا بمثل هذه الأمور خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وزهني غير مسبوق ده البيان وشفت رأي الدكتور حسن كمال من اللجنة الأولمبية قال لكم على خطورة العبء الزهني والبدني بشكل غير مسبوق بسبب ضغط المباريات وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى أيوة لن نقبل به مرة أخرى تعاوننا وساعدنا وقبلنا وسكتنا وتنازلنا لكن تكون الأمور عند هذا الحد لأنه في مفهوم غلط جدا أنت ليه فاهم أن أنا كنت في فسحة وأنا بشارك في أفريقيا أنت ليه معتبرني أن أنا كنت بأتفسح في الساحل أروح للجابون وارجع على جنوب أفريقيا وانزل وروح واجي في سفريات متعددة جدا وارجع تقول لي لعب كل 72 ساعة أو 48 ساعة ليه أصلا أجلنا لك أنت أجلت لي وأنا كنت أعمل إيه ألعب بروحين يعني أطلع في الفيلم بدورين ألعب كايزر الشيفز في جنوب أفريقيا وألعب مع المقاولين هنا في يوم واحد فلما تأجل لي علشان أنا بقوم بدور كبير في بطولة كبيرة أرجع يكون ده جزائي أو ده عقابي سواء الأهلي أو أي فريق بيشارك بالمناسبة لأن الفوضى دي لازم أن يتحط لها حد ولازم أن يتحط لها حد قاطع في مواعيد ثابتة أي فريق بيشارك في بطولة قرية لو المباراة بره مصر من حقه ياخد قد كده ولو جوه مصر ياخد قد كده في الأيام البينية مش ملحة ولا هبة من حد ده لازم أن ينص عليها لأن اللحظة مع الأهلي لا يجب أن يتكرر لا مع الأهلي ولا مع أي فريق مصر بعد كده لو كنا عايزين الفرقة المصرية تكمل بشكل كويس لكن مش عشان فريق يشارك بره يرجع إلى أسيادتك حططلو جدول بهذا الشكل لمجرد ما احنا أجلناه لك لا والله ما كنت تقدر متأجلش كمان ألعب بره وجوه في يوم واحد فالمجلس بيقولك هذا لن يتكرر ولن نقبل به مرة أخرى خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداع أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قرية وبيختتم البيان رابعا إذا أما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي فإن النادي ينتظر ينتظر رد التحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتين السوبر المصري اللي هي مباراة الأهلي مع طلاع الجيش وكاس مصر على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة ما عندكش مشكلة وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف بصوا حفاظا على حقوق كل الأطراف الأهلي ما بيطلبش حاجة لنفسه بيقولك أنا عايز حلول قاطعة تحفظ حق العدالة وحقوق تكافؤ الفرص بين كل الأطراف ده البيان الصدر عن مجلس إدارة وما بيقولكش أنا مش هلعب بالحكام المصريين وما بيقولكش عشان الناس اللي راحت في سكة لو ما جبتش حكام أجانب أنا منسحب البيان ما ذكرش أي شيء سوى إنه بينتظر عشان نبقى حرسين على النص بينتظر رد اتحاد الكرة على طلب استخدام حكام أجانب للسوبر والكاس وبيقولك هبعث لك فنوسهم رد برأيك إيه لكن لازم أن يبقى فيه التزام بإنك حكامك يحققه العدل ده يحقق المجلس يطالب إنه يحفظ الحد الأدنى من مبدأ تكافر فرص من كل الفرق قبل ما تجيب الفار الأهلي أول نادي من أيام مجلس المهندس هنا بريدة بعد من سنتين تقريبا أو أكتر وقال لهم أرجو ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة التحكيم والاستعانة بالتكنولوجيا الحكم الفيديو المساعد أخذنا فترة طويلة جدا على ما جابوا الفار ويريتهم ما جابوه لأن الفار ظهر إنه مبارح الحقيقة كان فيه أزمة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر